موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيفكم اخباتي ان شاء الله بخير ارجعنا اليوم بالدرس القام 4 من شبر اخبا وشتاين البتسفايت تلك الالجامين هاي السلسل اللي كنت اول شي ماشي فيها عبارة عن 10 دروس بس حزفتهم بسبب وجودة الصوت والصورة السيئة فحزفتهم ارجع نزلهم من اول جيد نزلت تلك الدروس وهذا الرابع بس انا اتأخرت هنا قليلا كنت انا منزل بغي في البيت سفاي فعزرونا على التأخير اليوم معنا هذا النص ان شاء الله ما كتير صعب اللي بدأت تعلم مني لفظ لاحظة يتعلم مني انا شوية لفظي سيئة باللغة الالمانية خود مني ان شاء الله تفيدة بطريقة الحل ولا تنساني من دعائك بإذن الله سوف نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ فورا كما تنساني في هذا المكان سوف نتعلم مني فعلا تنساني ونظروا بطريقة الحلوية ونظروا بطريقة الحلوية ونظروا بطريقة الحلوية هنا يكونوا مبسوطين بعد ما شاهدوا تستلقي البلد الصغيرة على بطن أمه ونقف فهون يستخدموا الشيء بالماضي ونصار ما عاد يتكرر إذا لاحظ الفعل جاء بالأخير هنا فيه أداة ربط فالكل يستخدم ALS لما البنت الصغيرة تستطع أو تستقر فإذا مننزم نضم الخيارات ALS فيه VIN وفيه ALS مثل ما قلت لكم بس يكون ماضي وشيء ما عاد يتكرر منحط ALS وغير هكذا حالات منحط الفين فهون الجواب الصح هو ALS من كافي 2 موناتين بعد كانت الموناتين ليس كذلك لكنهم فقط فقط تستخدم ايغا السوسة الثانية شغيرة هنا بعد شهرين كثيرا صاروا مسرورين لأنه صار في ضغط وهي تبكي بشكل عام عند المساء أو عند الليل و عند النهار فهون بتجي نامليش الجواب الصح بشكل تحديدي او بشكل نعم بتجي معناته إذا مننزم نضم الخيارات نلاقي نامليش هون الجواب الصح منكفي هاي واضحة إن شاء الله من المعنى لح نقرأ من هون مشاهما يكون الفيديو كتير طويل زيش غاين أينم فاستن سايت بلان هون إذا منطلع فورا سايت بلان هي التحديد الزمني أو شيء محدد يعني الخطة الزمنية والخطة التوقيت فهون إذا منلاقي هي بلان تاخد ظن دير هون الصفة أخذة ان والأداة الارتكل النكرة وان بشتمتة ارتكل اخذة ام فهون فعليا بدها حرف جر بياخد داتيف هاي التفسير طبعا مشاقدر واحد ما يتخربط بالفحص لانه الوقت ديع فملاقي اسفشن انتر ناخ على حسب المعنى بيني ناخ انه هنا بيبكوا بعض حديد الزمنين وشي بقى مثلا هنا بيكونوا متوقعين شيء وبيبكوا فجأة بدون بدون اي موعد يعني هنا هيك المعنى العامي تبعا اذا منقر الجمل اللي قبل انا ما اريد تفسيرا سأتوقع هايك ما نكفي من هو اللي احنا ارى 42% انت اللي نيجبورنن بيبكوا انت اللي نيجبورنن بيبكوا هون الجواب الصح هو مقارنة فملاقي ان الجواب الصح هو كيف يكون القصة حيرة واحد محتار وعم يسأل فمنستخدم هذا الادفرب انه ليش عم يبكي ابني كثير باقم شغاية ماينكند او مو عم يبكي بيصرخ ليش عم يصرخ ابني كثير فوقت منلاقي شي بالحب الحيرة وفي سؤال منستخدم بلوس 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 بالفراغ 35% لحنا اقرأ من هون فورا داس كان هونجار مو ديشكايت ان فيدا تسوفيل فيرمة تسوفيل كيلتو ما دام شفنا ان فيدا بدون ما نفهم الجملة او بدون ما نقرأ كتير اذا المعنى واضح فورا نخلينا نحط لانه هو الجواب الصحيح عم يقول لك على هوا الجملة اللي قبله انه عم يبكي كتير ممكن يكون جوع ممكن يكون تعب او ممكن يكون حرارة زايدة او يكون برودة فهون ما دام شفنا ان فيدا بدى اودا ان فيدا اودا على طول بيجو مع بعض اذا مننزل الى تحت منلاقي الاودا ويناء 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 لك بسم الله هاي الاودا كاو نحن نقرأ من هون نشت قالي بابيز ليشن كلو كليش هون باينة جملة نفي او مو جملة نفي انه لكن مو كل الولاد بيكونوا سعداء او بتسموا بسعادة فهون الجواب الصح اابا انا عم حاول ما ترجم كل النص بشان ما يكون الفيديو طويل بشان ما نرجع نساوي نفس المشكلة تبع الفيديوهات القديمة تبع رقم عشرة نحن نعم نحن نعم نحن نعم 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 نعم